سلام الله عليكم تحذير درس العبودية للسنة الأولى المتوسط للكاتب جبران خليل جبران جبران خليل جبران ولد في لبنان عام 1883 كان شاعرا وفنانا وآديبا هو أحد رواد النهضة في المنطقة العربية درس جبران فن رسم وتوفي في نيويورك عام 1931 ميلادي بسبب ورد السل المفردات كلمة مخادع جمع مفرده مخدع وهو غرفة داخل بيت كبير ويطلق غالبا على غرفة النوم مصلوبا أي قتل وهو معلق على لوح في شكل صليب أما الفكرة العامة لهذا النص العبودية للكاتب جبران خليل جبران فهي نبذ الكاتب للعبودية ورفضه مظاهرها وتحصره على الحرية الأفكار الجزئية مقسمة لون الأحمر بخط صغير جدا من بداية إلى النهاية الفكرة الأولى تأثر الكاتب بما شاهده وهو يدخل منازل الأقوياء وأكواخ الفقراء الفكرة الثانية أشكال العبودية وخصائص كل شكل منها الفكرة الأخيرة النهاية المخيبة لآمال الكاتب إثر تفشي العبودية وتغيانها على الحرية وما تبقى من النص هو الفكرة الثالثة أما المغزى العام من هذا النص نستخلصه في قول أو أحد أقوال عمر بن الخطاب يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا نتجه الآن إلى إجابة عن أسئلة فهم النص عندنا أربع أسئلة سوف نجيب عنها إجابة مختصرة وإجابة مفهومة نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول ماذا يقول السؤال الأول؟ عما يتحدث الكاتب في هذا النص وكيف عرف العبودية؟ الإجابة تكون كالتالي يتحدث الكاتب في هذا النص عن العبودية وأشكالها وأنواعها عرف العبودية بأنها خنوع وانقياد وخضوع السؤال الثاني دل على بعض أنواع العبودية كما جاء في النص مع صرح العبودية العرجاء والعبودية الرقطاء الإجابة كالتالي أنواع العبودية حسب النص هي العبودية العرجاء والعبودية الرقطاء والعبودية الجرباء الآن المطلوب هو شرح ماذا تعني العبودية العرجاء والعبودية الرقطاء فالعبودية العرجاء هي العبودية العوجاء التي تضع رقاب الأشداء تحت سيطرة المحترين أي أن يكون الأشداء يكون تحت سيطرة المحترين أما العبودية الرقطة فهي التي تشتري الأشياء بغير أثمانها فتدعي الاحتيال ذكاء والثرثرة معرفة أما السؤال رقم ثلاثة فيقول إلى ما اهتد الكاتب بعد تعبه من ملاحقة الأجيال وتتبعه مواكب الشعوب جوابك التالي اهتد الكاتب بعد تعبه من ملاحقة الأجيال وتتبعه الشعوب إلى أمنيته التي يسعى إليها وهي الحرية آخر الأسئلة ماذا حدث له في النهاية الإجابة النهاية كانت مخيبة لآماله وفجع في أبناء الحرية الثلاثة ذلك أن أحدهم مات مصروبا والثاني مات مجنونا والثالث لم يولد هنا نصل إلى ختام هذا التحضير أستودعكم الله وبالتوفيق لكم أبنائي